بسم الله الرحمن الرحيم وبيل نستعين اهلا وسهلا بحضراتكم وحنتكلم في الدرس الثالث النهاردة بعنوان الباسورد اتاكس هذا التوبك الشيق اللي دايما بنتكلم فيه ودايما بنحاول نحن نوجه النصائح حاول تجنب الاختراقات اللي بتستهدف الباسورد الخاصة بالمستخدمين والخاصة بالمشرفين على مجال الانفورميشن تيكنولوجيا قبل ما نتكلم في هذا الامر انا من وجهة نظري شايف ان نجاح المتلصصين ونجاح الهجمات الإلكترونية يكمن بشكل كبير جدا في عدم الاقتراس والإهمال الإهمال في اننا عندي فلميرابيلتي ما باشتغلش عليها عندي ويكنس في الكاونتر ميجر او في الرولز او في الستاندرز اللي انا مفروض انا اتباعها وحنلاقي ان الباسورد من ضمن الاتاك الخاصة على الباسورد الخاصة بالمستخدمين او الخاصة هزي ما قلنا بالعملين في مجال الانفورميشن تيكنولوجيا بيقبع تأثيرها في هذا الامر ان يكون عندي ويكنس موجود في تطبيق الستاندرز والرول الخاصة بالباسورد المستكون واليوزر اكسس كنترول اللي بيتم اتباعها هي من اليوزر نيم والباسورد لو انا النهاردة بدخل على كمستخدم بدخل على السيستم او البرتنج السيستم اللي بتعامل بيه فمحتاج ان انا ابتدي احط اليوزر نيم والباسورد بتاعي لو انا راجل سيستم ادمينستريتور عندي سيرفرز مسؤول عنها هبتدي برضو ان انا ادخل اليوزر نيم والباسورد الخاصة بالسيستم ادمين لو انا نتورك انجنير وعندي كنبوننس موجودة في النتا سنتر من نتورك ابلايسنز مختلفة نفس الامر عدم وجود رولز وعدم زي ما احنا شايفين في الصورة اللي موجودة معانا الباسورد من واحد لست عدم الاهتمام وعدم الاقتراس ان يكون عندي كومبليكس للباسورد وينكون عندي ادوات بتساعدني ان انا اصعب عملية الجسنج للباسورد او استخدم تولز اللي بتوفر لي مثلا عملية دول فاكتور اسمتيكيشن كل هذه الامور عدم الاقتراس اليها بيمثل خطر كبير جدا على السيكورتي ميجور اللي احنا بنشتغل عليها بيمثل خطر كبير جدا على المؤسسة اللي احنا بنعمل فيها وده ويكنيس محبب للاتكر ان هو يشتغل عليه لان زي ما قلنا بنشوف مواقع زي السايبر نيوز كل سنة بتنزل لنا اشهر المستخدمين بيقوموا على استخدامها واللي بيلاقيها ضعيفة جدا وسهلة واحيانا يعني بنضحك يعني من اللي بنشوفه من باسورد دات سهل ان اي شخص يقدر نوها يخمنها وسهل جدا الاتكر يبتدي يشتغل عليها وزي ما احنا شايفين في السلايد الاولى شخص كاتب الباسورد بتاعته من واحد لست طبعا يعني كما امتسلنا وكما تكلمنا عن قليات السوشيال انجينير اللي بيتم اتباعها في عملية الهجمات الالكترانية ايضا بتمثل الباسورد التاكس تكنيكس ايضا اداة جايدة جدا لمتلصص يقدر من خلالها ان هو يحقق الهداف بتاعته وده من خلال القصر حجم الباسورد المفتخدم او المسؤول بيشتغل به الليك الموجود في الكمبليكستي الخاصة بالباسورد استخدامه لبعض المفردات والكومون الكمون ووردز اللي ممكن المتلصص بشكل سهل جدا يقدر ان يصل اليها عن طريق حاجة زي اسلوب زي هنتكلم عليه في السلايد القادمة يقدر المتلصص ان هو يبتدي يعمل جيسنج ويخمن الباسورد ده عن طريق ان هو من بعض البرس دايز البيت نيمس لو الشخص ده عنده حيوان اليف او عنده مثلا نادي بيشجعه فيبتدي او ادوات مختلفة الشخص ممكن انا ممكن نهاردة كون مثلا بشجع نادي معين او هحط البرس داي الخاص بيه ضمن الكمبونتز الخاصة بالباسورد بتاعتي فممكن المتلصص بشكل سهل جدا يبتدي المتلصص او المهاجم يعمل على هذا الامر ومن هنا هلاقي عندنا اكتر من اداة الاتكر يلجأ اليها اول حاجة اول اسلوب هو الدكشينري اتاك الاسلوب الثاني البروتفورس اتاك الاسلوب الثالث الاسبريينج اتاك والاسلوب الرابع الريمبو تيبل دي من الاشهر يعني مش هنقولنا لا فيه كمان اساليب اخرى لكن دي اشهر الوسائل اللي ممكن يشتعل عليها الاتكر في مسألة وفي تكنيكس الاسلوب الاتكر هنتكلم ايضا ونقول ان على سبيل المثال ممنوع منعا بادة ان انا اعمل استور للباسورد في بلين تكست اول ما بيدخل اي مكان بيبتدي ان هو يصيرش على اجهزة المتخدمين في انه يشوف هل الشخص بيحفظ الباسوردات اللي هو بيتعمل بها في بلين تكست في نوت باد مثلا على سبيل المثال وفي ادوات زي ما اتكلمنا في الفيزيكال سيكورتي ادوات كي لوجر طول برضو بتبقى عارفة طريقها ان هي وقت تختراقها للمشين تعمل جاثرنج بالكل الانفورميشن وتعمل جاثرنج للنوت بادز اللي موجودة وتبتلي يبدأ بعد كده المتلصص يطلع على الانفورميشن اللي هو عمل لها جاثر وابتلي ان هو يبحث ان فيه موظف عنده امور كتير بيتعمل عليها فيبدأ ان هو عشان خاطر بنوع من الاهمال يحفظ الباسورد دي في نوت باد او في اداة غير مشفرة يسهل ان المتلصص يصل اليها وزي ما هنشوف لما نجي نشتغل على مصطلح الكريبتجرفي هنجد ان مصطلح الكريبتجرفي من المصطلحات اللي بتساعدنا جدا في عملية الخاصة بالباسورد عملية الهاشنج الخاصة بالباسورد بتتم في طريق اتجاه واحد ولو قدر الاعتكر ان هو يحصل على الهاشز الخاصة بالباسورد الخاصة بالمستخدم او ندل ان هو يعمل لها جاثرينج زي برضو ما اتكلم له عن طريق بعض الادوات وبعض التولز يقدر ان هو يعمل compare للهاشز دي ويقدر ان هو يستخلص منها الباسورد فالباسورد اتكس والباسورد تكنيكس موضوع شائع وزي ما قلت انت سهل جدا انك تافويد القصة دي لو اتبعت الروز واتبعت الستاندرز اللي احنا هنتكلم عليها في السلايدز السابقة عندي التكنيكس الخاصة الباسورد اتكس بتحصل على صعيدين الاوفلاين اتك والاونلاين اتك الاونلاين اتك هو هنا ممكن يتعامل بشكل منول او بسوفت ويرز وبيتارجت فيها مثلا الويب ميل اكاونت لو انا عندي النهاردة اكاونت بشتغل عن طريق البراوزر وبشتغل اونلاين فيبدأ الاتكر ان هو يركز على الجزئية دي في انه ازاي يحصل على اليوزر نيم والباسورد اما الاوفلاين اتك فهو ده اسهل بكتير جدا بالنسبة للاتكر ان هو يصل الى الماشين يصل الى الورت ستيشن او السيرفر او الكمبوننس الموجودة عندي داخل الانفارمنت بتاعتي ويبدأ ان هو يشتغل عليها في شكل اوفلاين فده بيساعده ويديله اريحية بشكل كبير جدا في انه يحصل هدفه وده برضو اتكلمنا عنه في الفيزيكال سيكورتي ان ازاي انا اقدر او في الفيزيكال اتاكس ان ازاي انا اقدر احصن المكان الخاص به وحصن الديفايسيز اللي موجودة عندي عشان اصعب الامر ده لان في الانلاين اتاك سيكون عندي فيروز سيكون عندي فيه اكتر من لير ممكن يعجز ويصعب الامر على الاتكر في انه يحقق هدفه عملية برضو في الانلاين اتاكي عملية اللوكاوت ان النهاردة لو انا بحاول مثلا على موقع بنكي بحاول ان انا استخدم ميوزر ميمو باسور لشخص ما اكتر من مرة فيتعامل للاكاونت ده لك ويبتدي اقافه فده برضو من المسائل اللي ممكن بيجد فيها الاتكر صعوبة لما يلجأ ليه التكنيك والاسلوب الخاصة بالانلاين اتاك سوف نتكلم بقى ونتعرف على الاساليب او اشهر الاساليب اللي بيتم اتباعها في الاسلوب اول اسلوب هو الدكشنري اتاك زي ما احنا شايفين شخص ماس القموس ويقذف به شخص اخر ويبدو ان القموس اصاب هدفه او الكتاب اصاب هدفه لان القموس او الدكشنري حجمه بيكون ضخم جدا ففعلا ممكن لو اتحدف على شخص يسبب له ايزاء وبنقول في الاسلوب هنا يكفي ان نتخيل ان احنا النهاردة imagine trying every word in the dictionary to gain access to a system احنا هنجرب كل word في الدكشنري اللي موجودة معانا عشان نقدر ان احنا نحصل على نقدر ان احنا نتخل على السيستم او نحصل فيه اصطلاحية ان احنا ندخل على السيستم الموجود امامنا وضرب لك انا كذا مثلا من واحد لستة واحد ومن واحد لتسعة وكلمة password لكن الدكشنري اتاك اسلوب ضعيف لان هو بيعتمد في النهاية على ان هو مثلا ال attacker عنده tool وموجود عنده note bad حجمها كبير جدا فيها كل ال password نشوف نتبات بتوصل لأربعة جيج وتمانية جيج فيها كل اشكال ال password ويبتدي يحصل بقى guessing ال password دي عن طريق الدكشنري اتاك لكن زي ما انا كاتب لك بمنطهة البساطة لو انا غيرت مثلا من حرف O لZERO او غيرت من حرف A لقات الدكشنري اتاك هنا هيوقف يعني بشكل مش قادر يتعرف على التغيير اللي حصل هو عايز يشوف من اللي موجود عنده من المفردات اللي موجود عنده داخل الدكشنري عشان يبدأ يشتغل عليها ويبدأ ان هو يعمل compare ويستخلص ال password فالدكشنري اتاك اسلوب بسيط مش اسلوب معقد على عكس ال protforce attack وهو ما يسمى بالقوة الغاشمة طبعا هنا بقى انا بحتاج امكانيات عالية جدا للمشين اللي انا بشتغل من خلالها عشان ابتدي اشتغل على ان انا اجس ال password او ان انا استخلص الهاش الخاص بال password فبتدي النهاردة انا احتاج ماشين عالية جدا ذات امكانيات كبيرة بيعتمد الامر يشتغل على عملية ال protforce اللي هي بتقوم على المصفوفة عملية تبادلية تباديل وتوافيق انا هشتغل على كل اللينس اللي موجود هبتدي اعمل matrix مش هعمل زي الدكشنري اتاك ولما شوف حرف مش قادر اتعرف عليه فكده الموضوع بالنسبة لي وقف لا ده انا هعمل عملية تباديل وتوافيق فالموضوع هنا بياخد وقت كبير لو ال password بتاعي اللينس بتاعته ضعيفة ومفيش فيه complexity وشورت وزي ما احنا بنجرب وبنشوف لا ال protforce attack هيستخلص ال password بشكل سريع جدا اما انا لو مصعب الامر واللينس عندي مثلا هنلسابيلي مثلا عندنا اتناشر طول اللينس اتناشر من ال numbers ومن ال characters وخليط فانا هنا بصعب الامر بشكل كبير وممكن ياخد الموضوع وقت طويل جدا وما تنجحش الطول اللي انا بستخدمها في انها تستخلص ال password طبعا بلا ان في عندي هاجمة هاجينة ما بين ال protforce attack وال dictionary attack اللي ممكن استعين بالامرين معا ان ابني هاجمة بالشكل ده واستفيد من وجود ال dictionary attack عندي واستفيد ايضا من الاسلوب الخاصة بال protforce attack وده اللي بيسموها hyper attacks فاني انا احصل ال password او ال spring attacks بقى ده اسلوب يعني حديث شوية وزي ما احنا شايفين جايبين مع انا spray كده ومكتوب عليه password spring attacks طبعا الناس اللي بتشتغلت في على ال active directory او اشتغلت في ال field الخاص ببيكروسوفت عارفين احنا عندنا ال password policy احنا ضربين مثال بالامر ده ال password policy ليها عدد المرات اللي المستخدم بيحاول ان هو يجرب ال password بشكل خاطئ او يدخل ال password بشكل خاطئ فيتعمله look لفترة معينة او لفترة زمنية معينة غالبا طبعا ال best practice في القصة دي بنقول تلات مرات لو انا بحاول ادخل ال password تلات مرات بشكل خاطئ يتعامل ال account look لمدة مثلا 30 دقيقة او ده عندنا ال standard الموجودة في بعض الاماكن بترفع ال value دي لخمس مرات هنا بقى ال spring attack يشتغل بميكانيزم مختلف هو عارف ان لو طبق عملية dictionary attack او ال prog force attack وجرب مرة التانية التالتة الرابعة الخمسة زي ما احنا شايفين خلاص ال account هيتعمله look وحيتنبه system administrator او حيتنبه الناس الموجودين في SOC team او الناس اللي بتشغل في blue team ان في محاولات بتحصل على المستخدمين لمحاولة استخلاص ال password في attack بيتعمل لكن هو هنا بقى هيبتدي يعني زي ما احنا شايفين ال user name admin وعندي محمد وعندي عادل وعلي وزياد وعلوي واحمد دول مستخدمين وبيستخدموا passwords ضعيفة ناس ما تعرفش standard يعني ربنا ما يكتبلناش ان احنا نكون من الناس دي فحيبتدي ال spring attack يجرب الاول على admin مرة بال user name وال password الموجود عنده في ال prog force attack او في dictionary attack وبعدين يروح لمحمد يجرب عليه مرة فانت مسألة بقى field login attempt هتكسبير لانه النهاردة مثلا ايه في انا عندي مدة معينة لمسألة التجربة فانا جربت مرة مش هعيد مرة تانية بقى الامر هروح لليوزر اللي بعده اجرب مرة وروح لليوزر اللي بعده اجرب مرة تانية واخدهم user 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 فور ما انتهي من ال list اللي موجودة ارجع تاني مرة تانية لأول user اللي موجودة اللي اسمه admin واعمل محاولة تانية فانا هنا بلعب على عمل الوقت وانا ما اكتشفش ان الهكر ده ما يتمش اكتشافه فانا بجرب بشكل تسلسولي مش بشكل مفضوح انا لو جربت بالتكنيك العادي من اول خمس مرات او من اول ثلاث مرات حيتم اكتشافه وحيتم اقصائي لكن انا هنا طبعا الموضوع ده بياخد وقت طويل ومحتاج مصابرة وطبعا جايز جدا انه برضو يتم اكتشافه في هذا الوقت لكن يؤتي الامر ثماره لو انت الباسورد بتاعتك ضعيفه وفيها weakness الريمب تيبل اتاك وهو بقى امر يعني بالنسبة الاتاكر اللي بيشتغل على مسألة الباسورد اتاك دي سهل جدا بالنسبة لهم واسرع بكتير من البروسورس اتاك ومن الديكشين الاتاك ان هو بيشتغل على بيسموه الريمب تيبل على اسم قوس قزح بيكون عنده تيبل موجود فيه الاف وملايين من الهشز ويبتدي زي ما احنا اتكلمنا في عملية الاسطورد الخاصة بالباسورد انها بتتم في اتجاه واحد وبتكون هاشز مجزئة يبتدي ان هو بقى يحصل على الهشز اللي موجودة لدى المستخدم ويبتدي ان هو يقارنها بالهشز اللي موجودة في التيبل اللي يوجد فيها الاف وملايين من الهشز الى ان يطابق هاش الهاش الموجود ده هاش اخر لديه في التيبل طبعا التابل اللي هو بيمتلكها وموجود عنده كل هاش فيها مقابل لها الباسورد بالشكل المقروع لان انا لما اشوف الهاش مش هقدر استخلص منه شيء مش هقدر افهمه مش هقدر اقراءه لكن رفيرد لي او على الناحية الاخرى الباسورد بتاعه موجود لدى الاتاكة فهو هيبتد ان هو يماتش ما بين الهاشز اللي هو جمعها واللي هو قدر ان هو عمل لها جزر وما بين الهاشز اللي موجود عنده في الريم بتيبل ويبتد ان هو مجرد ما يحصل تطابق ما بينهاش والاخر خلاص هيبقى امر سهل بالنسبة له ان هو يقدر يحصل على الباسورد ودي مسألة اسرع وافضل بكتير بالنسبة الاتاكر من البروت فورس اتاك والدكشنر اتاك اللي نستخلصه بقى من الكلام اللي احنا قلناه وكل هذا الكلام السابق ان في بعض الان اقدر افويد وقدر ان انا رستريكت وابعد الامر ده عني بشكل تام لو اتبعت بعض المسود البسيطة اولا الباسورد يكون معقد ويكون اللينس بتاعته طويلة ثانيا الزم المستخدمين بان يكون الباسورد كومتليكستي ما يكونش الباسورد من ارقام زي ما شفنا من واحد لستة يكون عندي تجنب لعدد محاولات اللوجن ان انا اكتر من اللوجن هيتعملك لك وهيبتدي اتعمل في الامر استخدم بعض التول اللي بتوفر لي عملية الدول فاكتور اثنتيكيشن في انه طبعا هتصعب الامر لو انا معي اللي بتجنريت ليه باسورد وفيه شركات كترة بتقدمها دلوقتي وبأسعار زهيدة جدا فانا في جزء حاخده من الليتشين او حاخده من التول اللي معايا وجزء اخر انا حافظه يمكن في احد الاماكن كن كان وصل للينس عندي الـ 28 من الكاركتر من الارقام والحروف فطبعا ده امر اه بيكون صعب وبيكون مجهد على المستخدم لكن في نهاية الامر انا بريستريكت وبصعب بصعب عملية الجسنج ايضا كمستخدم او حتى كادمينستريتور مالجأش ان انا ادخل في الباسورد بتاعي جزء من التاريخ ميلادي نادي زي ما انا قلت بشجعه حيوان مفضل انا بربيه مدخلش اسم من اسماء الناس القريبين مني او الاطفالي العائلة اللي موجودين عندي فما سهلش الامر على ان يبتدي ييجي زي ما احنا بنشوف كده الابتكر يبتدي يشتغل على الموضوع ده يبتدي يقول اه ده تاريخ ميلاده كذا ده الامر ده بيشجع النادي كذا ده هويته كذا فيبتدي يستخلص بعض الامور ويصل الى الباسورد وصول الشخص الوزر نيمو الباسورد هيعجل هيصعب هي يؤدي الى كوارث ايضا استخدام بعض ادوات التحقق احنا بنشوف النهاردة البنوك لا تكتفي الابنكينج اوب سايتس والابليكيشنز الموجودة على السمارت فون لا تكتفي بان انا ادخل الوزر نيمو الباسورد بيجي لي ايضا رسالة اسم اس على السمارت فون او على الدفايس بتاعي ان ادخل الاسم اس عشان يتأكد دخول الرقم ده بيأكد ان هو فعلا ده الشخص الحامل والشخص اللي هو يحمل هوية او الاسورتي على السيستم او على الايبانكينجوب سايت اللي هو هيتعمل عليه كل الامور دي حتصعب بشكل كبير جدا طبعا مسألة ان الشخص الاتكر يحصل على هاشز او ان هو يقدر ان هو يقرب من المشين زي ما اتكلمنا في الفيزيكال اتاك ان اقدر ان انا اقرب من المشين وازرع تولت احصل منها على الهاشز هذا الامر جر مكبول بالمرة واتكلمنا ايضا على ادوات الريستريكشن وعلى ادوات الحماية من هذا الامر وبكده نكون اتكلمنا في الدرس الخاص بالبصود اتاكس ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر